الحقيقة أنا مبسوط بالصورة الجميلة اللي بتقدمها المتحدة للرياضة وده مش جديد على هذه الشركة المحترمة وعلى المهندس السيف الوزيري الحقيقة وأنا كمان مبسوط من إلغاء فكرة دعوة أي نادي والاعتماد على الترتيب حاجة رائعة هنا محدش هادر أتكلم كل واحد واجتهاده وابطولاته وترتيبه يعني البطولة زي ما شرحت لحضراتكم خلاص معاييرها ما بقاش فيها فكرة السماح للتحاد كرة القدم بدعوة نادي وخلاص لا بطل الدوري بطل الكاس بطل كاس الربطة المحترفة ووصيف الدوري هم اللي هيكونوا الأربع فرق اللي هيكونوا موجودين في هذا السوبر سوبر اللي عندها الأبطال في أبو زبلي فالحقيقة كل التوفيق ومرة تانية الحقيقة أنا بشكر مهندس السيف الوزيري الحقيقة لأنه مهندس السيف من الناس اللي ليها أياد بيضاء خلال هذه الفترة على كرة القدم المصرية بيباني الحقيقة كل شوية إيه اللي بيحصل والتطور الكبير اللي بيحصل من خلال الشركة المتحدة ودورها الراعي الكبير في النادي الأهلي وتسويق النادي الأهلي وكل الأندية في مصر لكن هنا بتكلم تحديداً على النادي الأهلي واللي بيحصل مع النادي الأهلي ثم تسويق كرة القدم المصرية بهذا الشكل الرائع المحترم اللي حضراتكم شايفينه فشكراً جزيلاً للمهندس السيف الوزيري وكل العاملين الحقيقة في هذه الشركة المتحدة للرياضة هذه الشركة المحترمة